بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي الجلال والإكرام والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنام اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وأنعم وبارِك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته في لقاء سابق تحدثنا عن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن وحديث مولانا سبحانه وتعالى عن نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن إعلاءً لمكانته ومنزلته الرفيعة الراقية صلى الله عليه وسلم وكان مما قلناه أن مولانا سبحانه وتعالى في أوائل سورة الفتح يقول ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ثم سيدتنا السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها تسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن كثرة عبادته مع أن الله تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيقول لها يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا ومرة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول يا رسول الله أدعو الله لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر فضحكت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقال لها أتضحكين يا عائشة قالت نعم يا رسول الله قال والذي نفسي بيده إنه دعائي لأمتي في سجودي من يوم أن أرسلني الله اللهم اغفر لأمتي ما تقدم من ذنبها وما تأخر إلى هذه الدرجة أحب النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى هذه الدرجة دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأمته نعم إن نبينا صلى الله عليه وسلم له هذه المكانة وهذه المنزلة ثم ننتقل من سورة الفتح إلى سورة الأحزاب ومولانا سبحانه وتعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله وملائكته لم يقل إن الله والملائكة وإنما قال إن الله وملائكته يعني خاصة الملائكة الذين هم مقربون من مولانا سبحانه وتعالى وغيرهم يصلون أيضا بصلاة الله تعالى وصلاة غيرهم على النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي قال الأئمة إن إمامنا في جميع العبادات صلاة أو صياما أو زكاة أو حجا أو عمرة أو أي عبادة ما من العبادات إمامنا فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنما إمامنا في الصلاة على رسول الله هو الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي وصلاة الله على النبي رحمة على نبينا صلى الله عليه وسلم كأنه دعاء يا ربنا زد نبيك مكانة ومنزلة ورفعة وشرفا وفخارا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بل إن مولانا لم يقل صلوا على النبي إن الله وملائكته صلوا على النبي لا لم يقل هذا وإنما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي لا زال الله تعالى ولا زالت ملائكة مولانا سبحانه وتعالى يصلون على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فأكثروا من الصلاة والسلام على من أعلى الله قدره على من أعلى الله منزلته ومكانته على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله